اشتركوا في القناة الله ورعاهما على تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والارتقاء بها لأفاق أرحب بما يخدم التطلعات والأهداف المشتركة تاريخ طويل وممتد من العلاقات بين أسرتين مالكتين والشعبين الشقيقين وشواهد ثابتة في الزمن دلت على التقارب والتواؤم بين آل خليفة وآل السعود الكرام وهي المودة والمحبة التي تنهل منها قيادتا وشعبا البلدين كل ما من شأنه تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين الشقيقين واستمدت العلاقات بين البلدين خصوصيتها من تاريخ الأخوة ووشائج القربة التي تضرب بجذورها في قلب الجزيرة العربية حضيت العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بأعلى درجات الشراكة والتعاون وذلك وفق رؤية جلالة الملك المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله ورعاهما انطلاقا من ما ورثاه من مودة ومحبة ومصير مشترك للشقيقتين عبر دعم كل ما من شأنه تنمية العلاقات على مختلف الأصعد لما فيه خير وصالح ورخاء شعبيهما الشقيقين وبما يحقق الاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع وتطلعا للمستقبل وتحقيقا للطموحات وبقيادة طاقات أبناء الوطن تقاربت الجهود والاستراتيجيات والخطط بين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حيث شهدت الأعوام الماضية تكثيف الزيارات الرفيعة المتتالية من أجل التشاور والتباحث وتبادل الرؤى وتوحيد المواقف بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إن العلاقات البحرينية السعودية سواء كانت على مستوى القيادات أم على مستوى الشعبين هي أنموذج للعلاقات الأخوية التي تأسست على أسس متينة لا يزعزعها شيء فالتاريخ والمواقف شاهدة على أن ما بين البلدين لا تكفي الكلمات لوصفه فهي علاقة أشقاء طال الزمان أو قصر